السلام عليكم طلبة وطلبات الصف الاول اعدادي نكمل مع بعض حل اكتاب جيم الوحدة الثالثة الاسم وانا تو سؤالها والبقول لي يعني الطائرة بتكون ايه تقدر تمشي بسرعة تسعمية كيلو متر في الساعة طبعا دي تبقى سريعة جدا يا شباب كلمة سريعة اللي هي كلمة ايه نوبر تو بيقول لي بيسأل عن برج القهرة بيسأل عن طول برج القهرة شباب قلنا عندنا كلمة اسمها هاو طول وهاو لونج هاو طول بنستخدمها مع الحاجات الرئاسية زي الانسان والبرج اما هاو لونج بنستخدمها مع الاشياء الافقية السؤال اللي بعد بقول لي عندها شعر ناعم او مستقيم يبعيز عكس كلمة ستوريت لانه هنا بقول لي ولكن والدتي عندها شعر ايه عكس ناعم يا شباب اللي هي كلمة كيرلي اللي هو الشعر المجحد السؤال اللي بعد كده بيقول لي يعني فرق كرة القدم المشهورة يبقى عندهم ايه شباب فانز السؤال اللي بعده يعني عايز يقول كل ايه لكرة القدم عندهم 11 لعب يبقى كل الفرق كرة القدم يعني team اللي بعده عايز يقول يعني مدرسين عندهم شعر قصير هبص تحت هلاقي كلمة واحدة اللي تنفع معي لكن يعني اشعر هي اللي تجي مع الشعر السؤال اللي بعده اللي هو الطائر الصغير ما بيقدرش يطير لأيام كتير يبقى هو الطائر ايه شباب ضعيف يعني سؤال اللي بعده محمد صلاح قلنا كلمة جولز يا شباب بيجي مع كلمة سكور يعني احراز الاهداف محمد صلاح جيد فيه او جيد جدا فيه احراز يبقى سكورنج السؤال اللي بعده الأكل الصحي بيجعلنا ايه يا شباب او أكل الطعام الصحي بيجعلنا ايه طبعا سترونج قوي يعني اللي بعده كده بيقول لي انا مش جيد في الجاري يبقى انا ايه يا شباب انا بطيئ السؤال اللي بعده بيقول لي حياته مملة هو ما عندوش وقت عايز يقول للهوايات او ان هو يمارس هواياته يا شباب عندنا كلمة بتاخد معاه السؤال اللي بعده هبصوا تحت هلاقي عندي حاجة واحدة لتنفع شباب اللي هو يعني والدي عنده طبعا كلمة لحية شباب اللي هي كلمة السؤال اللي بعده يقول لي يعني عميتي بتكون ايه دايما هي بتديني هداية كبيرة يبقى طبعا بتكون ايه شباب كلمة طيب او اعطوه في اللي هي كلمة السؤال اللي بعده سباحة ايه طبعا هي سباحة مشهورة كل الناس يعني بتعرفها يعني مشهورة تبقى اللي بعده هو بيرتدي عشان نشوف كويس او عشان نشوف افضل اللي بيرتدي لنا اتضارة بتاعته اللي هي كلاسس السؤال اللي بعده بقول لي الناس الكبار في السنة دايما بيكون عندهم ايه شباب عايز يقول لك لحية بيضاء كلمة لحية يعني بيرد يبقى دايما عندهم السؤال اللي بعده مش مستقيم مش ناعم عكس كلمة ستريت ايه شباب طالما هو انا فاهي يبقى جيب عكسان لك كلمة كيرلي يعني مجاعد السؤال اللي بعده يعني هو مستر مش قادر يبقى دراعه ضعيف يبقى ويبقى ويبقى اللي بعده كده بقول لي كاملز جمال قوية طبعا شيل وتتحمل متين كيلو من الشرط طبعا هنا شباب عايز يقول كلمة تحمل يعني كاري اللي بعده بيقوله الناس في مصر طبعا الناس في مصر يا شباب اللي هم كلمة يعني ودودين او طيبين سؤال اللي بعده بقول لي تقدر تعطينا يعني تقدر مواصفات للعربية او وصف للعربية يبقى كلمة سؤال اللي بعده شباب بقول لي سلمة عايز يقول لي يعني سلمة بتكون جيدة جدا او جيدة لحد الماء الكلمة تيلي في الاول دول يا شباب مفهمش الى حد الماء كلمة كويت يعني هادي والكلمة تانية كويت برضو مش معناها لحد الماء معناها بالخارج يبقى عندي كلمة جيدة جدا اللي هي ايه او سلمة سلمة طبعا هنا بتكلم عن طول او ارتفاع الهرم الاكبر طبعا كلمة رؤسية سؤال اللي بعده كيف يقول لي محمد صلاح ايه يا شباب طبعا محمد صلاح يعني نجم ايه رياضي مشهور اللي بعده يعني خالي بيكون غني بيساعد الناس فقراء طبعا هو كده طبعا بيساعد الناس يبقى طيب او عطوف يبقى يا شباب هو صفحة اللي بعده كده الجزء لسئلة الخاص بها القواعد سؤال اول بيقول يعني الاخوين التوقم في الفصل عايز اقول عندهم عيون بنية طبعا كلمة دي جامعة يا شباب طالما كلمة جامعة يبقى هتاخد معا كلمة ايه كلمة يبقى انا هدور على كلمة هبقى هبص عندي بشباب هنا علي عندي هز مش هتنفع هز انت مش هتنفع لوحدها مش هتنفع علي فاضل عندي سؤال اللي بعده بيسأل طبعا سؤال طبعا سؤال بدء بهاب يا شباب يبقى انا هنقول له قال له طبعا مفروض اقول هابنت بس هنا مكمل الجملة فبقول له يعني هنا بقول له لأ انا عندي شعر قصير فبسأله بقول له هل انت عندك شعر طويل قال له لأ انا عندي شعر ايه قصير يبقى هيقول له كلمة هاف زي ما هي يعني طبعا ما اكمل الجملة يا شباب اللي بعده قال له صديقي هنا طبعا عايز كلمة ايه صديقي ده مفرد قال لجامعة يا شباب ده مفرد يبقى عايز كلمة هاز يبقى كلمة هاز بتيجي مع المفرد وكلمة هاز بتيجي مع الجامعة السؤال بعده مجغول جدا هو ما بيقدرش ياخد أجهزة كتير طالما مشغول يبقى كان ولا كانت يبقى كانت لا يستطيع السؤال بعده يعني نقدر عايز يقول نعطي مال كتير عشان نساعد الفقراء كلمة كانة شباب من الكلمات اللي بيجي وراء الفعل في المصدر يبقى هنا اختر كلمة ايه كلمة جاف السؤال بعده محمد صلاح عاش في ايطاليا لمدة السنتين يبقى هو عشان كده يقدر ان هو يتكلم ايطالي يبقى كلمة يستطيع اللي هي كلمة ايه شباب كان اللي بعدها يقول لك كلمة يورفازر طبعا كلمة مفرد فهنا هيقول له القاعدة بتاعتنا قاعدة هاز جوت وهاف جوت هاز مع المفرد وهاف مع ايه مع الجمع يبقى يجب معهم كلمة جوت السؤال بعده يقول لي هنا طبعا 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 قال لي يبقى هو معندوش يعني خالي معندوش ولد ولا بن فهنا هيقول له ايه شباب طبعا خالي دي مفرد يبقى استهدم هازبا فهي تبقى هازنت السؤال بعد كده بقول لي طبعا 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 عندي تو يا شباب كلمة كان ما بيجيش وراء تو انما عايز كلمة بتسويها اللي هي كلمة ايبل تو طب اي بتاخد ايه شباب بتاخد ام فهقول له يعني انا قادر على ان انا اركب الايه العكلة بعد كده عندي سؤال السؤال اول بيقول لي علي هاف جوت طبعا علي دي يا شباب مفرد مايجيش معاها هاف لكن هيجي معاها يا مستر برافو عليك وهيجي معاها هاز يبقى علي عندو الكسير من الكتب السؤال بعده احمد اند اي طبعا خلي بالك بقى كلمة اي واحمد لتنم مع بعض جمع فمايجيش معاهم هاز انما هيجي معاهم يا شباب هاف السؤال بعده بقول لي كلمة جامبس يعني يعني يقفز ما تجيش وراها اس يا مستر لين كان بيقرار فعلي في المصدر يبقى اولها الشي كان جامب very high السؤال بعده هو قوي واحد قوي مش هيقدر يستخدم درعانه ان هو يحرك او ينقل الصندوق او الاشياء السقيلة يعني لا يا مستر هيقدر يحولها طبعا فانقول له السؤال بعده طبعا اي ان جي غلط فاشيلا وقل له بيك بس يا مستر في المصدر السؤال بعده هل انت عندك اخ فقال له طبعا دي اجابة اصيارة مش كملها بعد كده فطالما اجابة اصيارة فايقول له يس اي هاف فقط ما فيش اي مشكلة فهنا اشيل له كلمة جوت واكتب له كلمة ايا شباب كلمة هاف الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال الاول فيها بيقول not you got long hair طبعا you يا شباب بتاخد هاف ولا هاز ده سؤال بي عايز يقول له هل انت عندك شعر طويل فهنا you بتاخد هاف السؤال بعد كده بقول له can you phone me at 6 pm ممكن تتصل عليه الساعة 6 قال له no i a طبعا السؤال عندي بcan و no يبقى طبعا فهي تبقى no i can't اللي بسأل بي بقى سؤال بعد كده بقول لي my brother is young he not not good appeared هو طبعا ما عندهوش عايز يقول هو ما عندهوش هي بتاخد هازو ولا هاف بتاخد هازو وعندي نوت في الجملة يبقى has not got appeared عندهوش لحية اللي بعد بقول لي my sisters خلي بالك دي جامع mister long hair عايز يقول لي يعني my sister اخواتي فطبعا دول يا مستر هياخدوا هاف ولا هاز هياخدوا هاف جوت ورفو عليكم سؤال اللي بعد بقول لي أحمد not work today طبعا نوت هنا من في يا مستر he is ill هو عيان فهو يا مستر هنا ايه هو لا يستطيع بأحمد cannot work last then ويعمل النهاردة سؤال اللي بعد بقول لي not your family طبعا your family دي مفرد يا مستر جوت يبقى هاز جوت على طول has your family got a big house يعني هل العيلة بتاعتك عندها بتكبير اللي بعد كده بقول له I not good glasses يعني عايز يقول أنا عندنا الضرة but my sister has good خلي بالك but my sister has good اختي عندها يبقى أنا ما عنديش يبقى haven't هنا هحطها من في يا مستر السؤال اللي بعده طبعا جايب I have short يبقى I have good short curly hair يبقى أنا عندي شعر قصير ومجعد اللي بعده not drive a car طبعا يا مستر هنا عايز يقول يعني هو يستطيع ان هو يسوء ده سؤال طبعا ما ينفعش أبدأ به ولا يبدأ دي ما تنفعش وهي برضو ما تنفعش وكان اللي في آخر دي يا شباب عايزة فاعل بعدها فلما ينفعش فهقول له كان يعني هو يقدر ان هو يقود السيارة سؤال correct بقول له all my brothers and sisters طبعا جمع have get ما عنديش حاجة اسمها كده شباب عندنا have got يعني عندهم dark curly hair اللي بعده they hasn't got any brothers طبعا they ما تخدش hasn't لكن هت تخد ايا شباب haven't عشان هي جمع سؤال اللي بعد كده بقول له I can score طبعا كان شباب ما يجيش وراها الفعل مضاف له اس لكنيجي وراها الفعل فيين في المصدر يبقى شيل اس دي واسكتبها score سؤال اللي بعد كده بقول لي ابراهيم has got a brown jacket طبعا ده سؤال في الاخر عندي سؤال هو شباب فاشا بدأ بابراهيم هاكس الكلمة مع بعض وقول له هل ابراهيم عنده جاكت هتبقى has ابراهيم got a brown jacket كمل الجملة عادي بس هاكس الفعل المساعد مع الفعل السؤال اللي بعد كده بقول لي عمر is busy عمر مشغول so he can play football now واحد مشغول هي يقدر لعب كرة دلوقتي طبعا لا يبهان في كلمة كان can't play football نعم صفحة اللي بعد كده عندي exercise على الدرس الاول التاني بيبدأ معاه طبعا بسؤال الدي لك خلي بالك بقى السؤال المحادسة لازم تقرر المحادسة كلها بالتفصيل والترجمها قبل اي حاجة على مهلك بعدين بعد كده تبدأ التحل بس عشان وقت الفيديو هنبدأ نحلم ببعض على طول رامي بيقول good morning صباح خير how are you تامر بيسأل تامر بيقول له كيف حالك طبعا شباب how are you بجاب على الاب I am fine thank you بقال له good morning وقال له no thanks وهيقول له يا شباب I am fine يعني حد تاني يقول له I am okay برضو صاحب ما فيش اي مشكلة قال له who is your favorite football player بسأله عن اللاعب الكرة القدم المفضل مين هو لاعب الكرة القدم المفضل بتاعك قال له he is وليد سليمان يعني وليد سليمان اللي هو بيلعب في الاهل يا شباب قال له what sport does he يعني ايه هي بقى الرياضة عايزوا اللي هو بيلعبها طبعا كلمة does بيجوار الفعل في المصدر فكلمة يلعب في المصدر فهتبقى what sport does he play في الاجابة تحت قال له he plays football for الاهل بعد كده رامي بيسأله سؤال بيقول له what does he not فقال له في الاجابة he has got short بدأ يوصفه فطبعا بيوصفه يا شباب يبقى يقول له ماذا يشبه السؤال مشهور عندنا اللي هو what does he look like يعني هو بيشبه مين فقال له he has got short يعني هو ايه عنده شعر قصير ممكن يقول له كده يا شباب فقال له good short hair بينها كتب كلمة hair فرامي قال له does he score goals يعني هل هو بيحرز اهداف طبعا طالما السؤال بيدعز هيقول له yes he not a lot of goals يبقى هنزل كلمة score بس هيحط لأ المدارة البسيط سؤال اللي بعد كده بقول لي يعني شعر موجود فوق فم الرجال طبعا شباب ده اسمه ايه الشنب او الشارب اللي هو كلمة مستاش سؤال اللي بعده my grandfather get the can't heal well ما بيقدرش يشوف كويس he needs to wear طبعا عايز يلبس ايه يا شباب طبعا نضارة يعني glasses سؤال اللي بعده محمد صلاح is an Egyptian not star طبعا محمد صلاح ده يا شباب نجم الرياضي he is a famous هو ايه مشهور سؤال اللي بعده ذا نقط بيلوح او بيشاور to the sports star للنجم النجم الرياضية او للنجم الرياضي طبعا دول ايه يا شباب اللي بشجعوا اللي هم اسمهم ايه الفانز سؤال اللي بعده محمد صلاح نقط قلنا كلمة يا شباب يعني الاهداف او الجوان اللي بيحرزها يعني محمد صلاح يحرز الكسير من الاهداف سؤال اللي بعده هو ودود يبقى عنده بيك سمايل يعني ابتسامة عريضة اللي بعده اينا فوتبول ماتش في مباراة كورة القدم بيوجد ايه بيلعبه بعض يا شباب طبعا فريقين او فريقتين لهم التيمز سؤال اللي بعده اي انجوي او كلمة او كلمة بالتحديد وكلمة وكلمة بييقى وراء الفعل مضاف له ايه فهنا كلمة يعني استمتع بقراءة يبقى كده نكمل السؤال الاول فيها بيقول يعني عندها شعر ناعم شعرها ايه شباب مجاعد يبقى هي ما عندهاش شعر ناعم يبقى هقوله هنا كلمة هازو هنفيها لان هي عندها شعر ايه هو بقوله في الجملة التانية ان هي عندها شعر كيرلي يبقى هنا شباب هقوله ايه لان سارة دي مفرد تاخد هاز منفية تبقى سؤال بعده طبعا كانت او كان بتجيلي وراهنا الطول فعل في المصدر ده سؤال سهل فقوله يو كانت لان ده كده سؤال كوريكت السؤال اللي هو فيه بيقول هاز ايه طبعا براثرز و سيسترز دول جمع ما ياخدوش هاز لكن هاخدوه يا شباب هاف جوت يعني اخوتي واخواتي عندهم شعر كيرلي مجاعد السؤال اللي بعده كلمة جوت بيجي معاها هاز او هاف طبعا الفعل عنده هنا ش فهنا اختار يا شباب برفع عليكم كلمة هاز كلمة look like دي فعل في المصدر ما يجيش معاها فعل مساعد از ابدا لكن ايجي معاها يا شباب يا دو يا داز طبعا الفعل عنده شي باختار ايه داز برفع عليكم what does she look like دي جملة عادية مثل فاش تبدأ بي كان لكن ممكن ابدأ بي اقول له انت تستطيع يبقى you can give money انت تستطيع انك ايه تعطي المال لمساعدة الفقراء يبقى you can اشتركوا في القناة